عم يتم التحديل حالياً للكتاب المقدس للتسجيل بالصوت والصورة كونهم بلغوا عليه اللي عملوا الإسلام أنه أخذوا حلقات الكتاب المقدس اللي أنا مسجلتها بصوتي أخذوها سرقوها لأنهم صاروا يبلغوا عني على أني أنا سارقتها لأنهم لصوص من منبع لص محترف فطبيعي ما يطلع منهم إلا السرقات فرح عيد تسجيل الكتاب المقدس مرة يمكن تانية وتالتة ورابعة ولآخر لحظة إذا بصير عمري مئة سنة وبصير صوتي عم يرجوف بدي يضل عيد الكتاب المقدس ليوصل لكل حدا لكل حدا ولكل نفس تخلص وتعرف الرب يسوع المسيح رح عيد تسجيله أسفار الكتاب رح تلاقوه نازل كل صفر بصفره مو كل إصحاح بإصحاحه وهذا الصفر رح يكون محزوف منه تماماً لفظ الله مستبدل عنه بيئة الإله أو الرب الإله تماماً كما الرب الإله من سفر التكوين أعلن عن ذاته بأنه الرب الإله وتماماً كما هو بالكتاب المقدس ما المفروض كان يكون فيه لفظ الله لأنه هذا الله هو لقريش هاي الحية القديمة هذا الرسم الحية القديمة هذا ما المفروض يكون على اسم إلهنا اللي بنعبده نحنا اللي بيلفظه لأنه آخذ على الاسم تربى عليه ما في مشكلة شوي شوي بتدرب حالك تتخلص منه واجبي واجبكن بالأيام الأخيرة نرجع للرب الإله الحق بالتمام بأد ما منقدر بأقص ما منقدر والرب إلهنا رب قلوبه بيعرف قلبنا إذا زلت لساننا عن غير قصد ربنا بيسامحنا ولكن إذا كنا بنعرف الحق لازم نتبع الحق بالتمام معبودنا إلهنا أبو ربنا يسوع المسيح لا هو الله إله قريش إله قريش اللي أرسل محمد مهو أبو ربنا يسوع المسيح وهذا الأمر صار لازم الفصل فيه كونن حزفولي كتير من الحلقات فالرب الإله استخدم هالحجر اللي يرموني فيه لعيدة من جديد ولكن افصل وقلن الله اللي قال لكم تسرقوا وتزنوا وتقتلوا ما نو معبودنا ولا نو إلهنا